دبا الآن هذه مؤسسات المندوبيات المندوبيات هي مؤسسات موجودة في هاران الدولة موجودة قبل الدستور ديال 2011 مزيان الأصل في العمل البرلماني هو ضرورة حضور الحكومة أنا ما عنديش مشكل أنا أنوب عن المؤسسة المندوبية العامة للسجون أنوب عنها في تقديم الأجوبات الكتابية والشفاهية وأحضر لي البرلمان لكي أنقل ولكي أوصل الصوت ووجهة النظار حول الأسئلة التي تطرح ما مسؤوليتي في الموضوع؟ هي مسؤولية سياسية وليست مسؤولية تدبيرية كيف نميزه؟ وهنا لا بد بما أن هذا الموضوع أنا ما عمرني ما بغيت نتيره ولكن من أعطينا هذه الفرصة والمناسبة شرط لا بد أن نتكلم به أنا حينما أنقل معطيات تتعلق بالمندوبية العامة للسجون أولى بالمندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش تحرير أنا لمس أوليتي في التدبير مني كان نجاوب على سؤال شفاوي في البرلمان حول عادة السجون أنا لا علاقة لي بالموضوع لكن المندوبية العامة هي اللي عند المخطط ديلها وهي لا تمتلك الصفة للحضور البرلمان لأنه النظام السياسي دينا والبرلماني مبني على واحد القوانين وعلى واحد الأعراف وعلى واحد الممارسات فبالتالي الوزير مكلف في العلاقة بالبرلمان كما جرت العادة هذه السنوات هو الذي يقدمه دابا الآن هنا غيرتقال سياسة المسؤولية السياسية متافق مسؤولية تدبيرية ما متافقش ماذا وقع في البرح كما جرت العادة هذه السنوات مني كانت سير ميد وكيف ما اليوم أنا العبد الضعيف هذه مؤسسات مستقلة أنا مني غير نجلس ونحضر في واحد النقاش أنا حضرت في النقاش في البداية دياله وفتتحت وكانت لقينا بالدستورية حاضرة لكن أنا ما معنيش بتفاصيل النقاش واش مني غير يطلب مني نائب برلمانين تدخل غير ندير تعهد ونمشي نفدو شنهي الآليات الدستورية والسياسية والقانونية اللي عندي اللي تنفيدي ذلك التعهد هذه مؤسسات تشتغل وفق قانون داخلي يؤثرها فبالتالي حضوري أنا في الإنابة الدستورية يقتصر على الحضور في بداية هذا الاجتماع كيف مجرت به العادة ولكن شي موضوع اللي عنده علاقة ولا يتقاطع مع الحضور ديال الحكومة أنا دك سوف أحضر كما أحضر مختلف الجلسات الدستورية التي يحضر فيها السيدة السيدة الوزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر